قام غبطة البطريار كمار أغناطيوس يوسف الثالث يونان الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم بزيارة رسمية ورعوية إلى المملكة استغرقت عدة أيام تفاصيل أوفى حول الزيارة في التقرير التالي خلال زيارته الرسمية والرعوية للأردن التقى غبطة البطريار كمار أغناطيوس يوسف الثالث يونان الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الكاثوليكية والوفد المرافق سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته وخلال اللقاء تحدث غبطة البطريارك عن تاريخ الكنيسة السريانية الكاثوليكية الإنطاكية وانتشارها في مختلف البلدان شرقا وغربا منوها إلى جذورها المسيحية الأولى وبدوره رحب سموه بغبطة البطريارك متمنيا له زيارة ناجحة إلى الأردن وخلال الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام التقى غبطته أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية في كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك في الأشرفية بعمان وبعد إقامته لصلاة الشكر وجه غبطته كلمة أبوية شكر فيها كاهن الرعي الأب فراس دردر ومجلسها ومؤمنيها على غيرتهم الكنسية والتزامهم ومحبتهم سائلنا الله أن يباركهم ويقويهم في عيش إيمانهم وتعلقهم بكنيستهم ثم انتقل غبطته إلى مركز سيدة السلام طريق المطار حيث التقى فيها شبيبة الرعية السريانية الكاثوليكية بحضور عدد كبير من الشبان والشبات واستهل اللقاء بصلاة ترأسها غبطته تخللتها ترانيم وقراءات من الكتاب المقدس وفي ختام اللقاء منح غبطته بركته الرسلية وخلال زيارته إلى الأردن قام غبطته بالعديد من الجولات الرعوية استهل لها بزيارته لكنيسة مارشربل المارونية في عمان حيث استقبله راعي الكنيسة وسط تصفيق المؤمنين وترحيبهم بعد ذلك أقام غبطته صلاة الشكر ثم وجه كلمة أبوية شكر فيها كاهن الرعي الأب غازي الخوري والكاهن المعاون الأب سامر زكنون سعادتي كبيرة جدا أن أعود وأزور المملكة الهاشمية الأردنية وأطلع على أوضاع أحوال المؤمنين من إكيروس وعلمانيين أتوا إلى هذه المملكة ينشدون السلام والاستقرار والكرامة الإنسانية بعدما هجروا من العراق والسورية هذه الزيارة تأتي بنطاق الخدمة الرعوية والاطلاع على أوضاع أولادنا وزيارتنا إلى هذا المقار كنيسة مارشيربيل هي أيضا من الخطوات التي نظمت لنا لكي نتعرف على هذه الكنيسة وهذا المزار وعلى حضرة الخوري غازي كما زار غبطته مطرانية اللاتين حيث كان باستقباله المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن وخلال اللقاء تحدث البطريارك يونان عن الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط وما تمر به بلدان عديدة من ألام وما تقوم به الكنائس لدعم الحضور المسيح في الشرق والتخفيف من معاناة أبنائها في ظل هذه الظروف العصيبة وشكر غبطته المطران الشوملي على ما تقدمه الكنيسة اللاتينية من تسهيلات لرعية السريان الكاثوليك في الأردن وقدم له لوحة تذكارية عبارة عن الصلاة الربانية والسلام الملائكي باللغة السريانية اشتركوا في القناة كما احتفل غبطته بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة سيدة الكرمل للاتين في منطقة الهاشم الشمالي بعمان بمناسبة أحد بشارة مريم العذراء بالحبل بالرب يسوع وشارك به أبناء الرعية السريانية الكاثوليكية في عمان ومن بينهم النازحون من أبناء الكنيسة من العراق عاون غبطته في القداس المونسينيور أفرام سمعان معاون النائب البطرياركي في القدس والأب فراس دردر كاهن الرعية السريانية الكاثوليكية في الأردن والأب حبيب مراد القيم البطرياركي العام وأمين سر البطرياركية هذا الأحد المبارك الذي هو أحد البشارة بشارة العذراء مريم حسب سنتنا التقصية للسريان جئنا لكي نزور ونتفقد راعيانا هنا في الأردن كما تعلمين هم من النازحين من العراق بشكل خاص الشيء اللي فينا نقوله بكل ألم وحزن نحن ما زلنا نعيش بالدوامة دوامة المحنة اللي حلت علينا بهالسنوات الأخيرة الدوامة هاي نطلب مننا الرب اللي كرر كتير مرات وقال لا تخافوا لا تخاف أيها القطيع الصغير لا تخافوا أنا معكم نطلب مننا الرب أنه يقوي إيماننا وثبتنا بالرجا ويعلمنا كيف نحس بألام الغير حتى نعيش المحبة الحقيقية فطبعا ما فينا نحن ننكر المصاعب والتحديات اللي بتجابهنا لكن نستمد من زمن المجيء الاستعداد لقبول الرب يسوع بتأنس الكلمة بنحشا مريم العضرة بالروح القدس نطلب منه أنه يخلينا دائما شعب الرجا وأنه هالنفق المظلم اللي عم نمرأ فيه ينتهي بنور الميلاد ببيت لحم حتى نكمل شهادتنا لأله شهادتنا للسلام للمحبة والفرح إن شاء الله من جهة تانية الرسالة نحو الشباب تتميز بأنه الشباب هم العنصر الأكثر حيوية بالكنيسة والأكثر وعود للمستقبل ونحن بمجابهة هال المحنة الأليمة إنه كتيرين عم بيتركوا بلدهم أرض أجدادهم وجداتهم وعم بينزحوا لذلك نحن ككنيسة كروعات كنسيين نريد نأكد لهم للشباب أنه هن بقلوبنا نفكر فيهم نريد أنه هن بينجحوا بحياتهم باتكالهم على الرب والاتكال هيدا بيعني ثقة كاملة بالرب يسوء اللي هو يعرف بوجه حياتهم اتكال بكل شيء عليه برغم من هالصعوبات اللي عم بيلاؤوها ومن ثم يسيروا مع يسوء مسيرة الرجاء حتى يقدروا بالحقيقة يعيشوا كأصدقاء يسوع كصديقات ليسوع بينشروا المحبة والسلام حولهم الله يبارك فيكم وخلينا نورسات حتى تكمل رسالته رسالة نشر الإنجيل المقدس بشرى الخلاص بشرى الفرح والرجاء إن شاء الله نعم سيدنا تحملت الصليب وهذا ليس بجديد عليك وأنت ابن التهجير القسري من عائلة مهاجرة تركت ماردين من جراء أحداث مجازر سيفو عام الف تسعبية وخمسطعش نعم سيدنا وهل الصليب جديد علينا نحن أبناء الكنيسة السريانية يكفينا شرفا أن يلقبوننا بكنيسة الشهداء والشهادة وشارك في القدس سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن والمونسينيور مورو للي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات من مختلف الكنائس وحشود كبيرة من المؤمنين اشتركوا في القناة وبمناسبة الزيارة الرعاوية الأبوية لغبطة البطريارك مارغناطيوس أقامت الرعية السريانية الكاثوليكية في عمان حفل استقبال على شرف غبطته في النادي الأرثوديكسي بعبدون حضر الحفلة سيادة المطران ألبيرتو أورتيجا مارتن السفير البابوي في الأردن والعراق ورؤساء الكنائسي في الأردن وعدد من الأباء الكهنة والراهبات من مختلف الكنائس وأعضاء المجلس الرعوي وخلال الحفل أدت فرقة من شبيبة الرعية فقرة فولوكلورية تراثية نالت إعجاب الحضور